بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لحضراتكم يوم جديد من بريمو اليوم النهاردة اكيد عن مباراة الاهلي والوداد والفوز المهم للنادي الاهلي اتنين واحد وان كان طبعا ما بيستحبش ابدا في المباراة النهية اللي بتبقى مطشين مطش في ارضك ومطش خارج ارضك انه يبقى فيه هدف في مرموك لكن النادي الاهلي قادر قادر في كل الاحيان وكل الاوقات انه يكسب ويحقق نتيجة تبهر الجميع حقيقة النادي الاهلي النهاردة على مدار الشوتين كان هو بيمتلك اللقاء ممتلك زمام الامور احرز هدفين في بعض الامور انت بتلاقي فريق قوي ايضا وبالتالي معرض انك اكيد في بعض الهجمات تيجي عليك وبالتالي الامور بالنسبة لك كان الهدفين كانوا مفروض يبقى فيه ثالث لكن ده ما حصلش حقيقة وقدر الوداد ان هو يحز هدف لكن عايز اقول لكم يعني الجماهير اللي ممكن تكون زعلانة فيه انا شايف وسط المباراة وبعد هدف الوداد ان فيه بعض الجماهير زعلان كسبان والظروف اللي احنا بنتكلم فيها دي الاهلي مر بيها كتير بنتكلم الاهلي وصفاقصي 2006 لو نتكلمنا على المطش ده وان الناس كلها كلها بلاستثناء قالت لك الامور بقت صعبة لكن في لحظات وفي نهاية اللقاء قدر الاهلي ان هو يكسب البطولة الاهلي والترجي لما كسدنا تلاتة في تونس حاجات كتير جدا ومواقف كتير جدا بالنسبة للاهلي ولكن فقط انك تبقى عندك الدافع القوي وعندك امور كتيرة جدا واللي هي الشخصية والتاريخ وامور اكيد هي موجودة عند اللعبين النهاردة يمكن يعني الفوز يعني مش بتعم ممكن الفرحة الكبيرة لكن الفوز مهم وخلاك تاخد خطوة مهمة للوصول للمباراة النهائية عشان كده انا مش عايز حد يزعل مش عايز حد يبقى متضايق لا انت هنا كسبان اه يعني الهدف ده ممكن يصعب لك الامور شوية لكن بشغل قوي بشغل المحترم ومحترف من كولر واللعبين تقدر تعدي الماتش الجاي زي ما انت عايز كرة في الملعب زي ما هو برضو جاف في الجول تقدر انت بقى اللي تتقدم عليه ولكن طبعا ده محتاج شغل كتير ان شاء الله يوم الحد القادم هو يوم مهم في تاريخ النادي الاهلي بطولة رقم 11 الامور اه هتبقى صعبة احنا عارفينها صعبة اه يعني انت بلعب الودات في المغرب وما ادرك هناك الودات في المغرب من خلال جماهير ومن خلال امور كتير احنا شفناها قبل كده النسخة الماضية لكن احنا مش هنحط اه اسباب مش هنحط امور ممكن تخلينا نركز فيها غير الملعب احنا هنركز في ملعبنا هنركز في لعبتنا هنركز في روحنا ودوافعنا ان احنا ان شاء الله نفوز بهذه البطولة وزي ما قلنا كرة في الملعب 11 العيد ضد 11 العيد زي ما هما النهاردة 11 ضدك بيحاولوا ويروحوا وبيحاولوا يجيبوا جول ادروا ان هما يسجلوا هدف لكن في الاخر انت اللي كذبان المبرم مش عايز حد يزعل مش عايز حد يقول لا الموضوع بقى صعب لا الموضوع من الصعب خالص انت اللي كذبان هو اللي عايز يكسب وعايز يحرز هدف والتاني ويقمن نفسه لكن ده ان شاء الله مش يحصل لان النادي الاهلي وفرقته فرقة قوية فرقة زي ما تشوفتوا كده ما شاء الله بداية من شبير اللي تقلق النهاردة حقيقة كل التأدير والاحترام دي ان لاعب لأول مرة يلعب نهاية افريقيا ولسه سؤهر في السن انه يبقى بالشكل ده الحقيقة هنتكلم على بيرستاو هنتكلم على الشحات هنتكلم على كل اللاعبين اللي اداءهم النهاردة كان اشتركوا في القناة